بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلا قصن عليهم بعلم وما كنا ظائبين والوزن يومئذ الحق فمن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مفتناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من صين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاقرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم شراطك المستقين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن قلبهم وعن أيمانهم وعن شمائنهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مزؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أبمعين قال يا آدم اتقل أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شفتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوة لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من القالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصعين فدلناهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغذر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واري ثوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتلنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ثوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أودياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأذر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتقذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم قذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسركوا إنه لا يحب المسركين قل من حرم زينة الله التي أقرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب لما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلقلون الجنة حتى يلجى الجمل في سمي الخياط وكذلك نجد المدرمين لهم من جهنم مهاج ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعلموا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء كأصحاب الجنة هم فيها قالتون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي آذانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن آذان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويلغونها عوجا وهم بالآثرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف إجاد يعرفون كلا بشيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بشيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستفرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا قوف عليكم ولا أنكم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفضوا علينا من الماء أو مما رزقتم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتقدوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد ذئناهم بكتاب تصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأوينه يوم يأتي تأوينه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد قسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبه حكيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وقفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه قوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب انفقالا انفقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يقرد نباته بإذن ربه والذي خبت لا يقرد إلا نكدا كذلك نطرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أطاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنزلنا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد الأطار هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم قلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق دصة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونجر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم ربس وغضب أتدادلونني في أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى سمود أقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة وعينكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمشتوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاج وبوأكم في الأرض فاتخذون من سهولها قطورا وفلحثون الهبال بيوتا فاذكروا آلاء الضال ولا تعكوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استطعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين آمنتم به مكافرون فعطروا الناقة وعطوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الردفة فأصبحوا في دارهم جاثلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما تبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من طبيتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميدان ولا تبقسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعجون وتخذون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قبيتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فيه التي قم بعد إذ نجال الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وفع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لقاسرون فأخذتهم الربفة فأصبحوا في دارهم الجاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبيهم إلا أقذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباء للضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن شذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأشيهم بأسنا بغاتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأشيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاترون أولم يهجر الذين يلقون الأرضا بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم بدينة من ربكم فأرسل معي بي إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصالحين فألقى عصاره فإذا هي تعبان مبين وندع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لتاحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأقاه وأرسل في المبائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالدين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلتي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأحينا إلى موسى أن ألقي عصاق فإذا هي تلقب ما يأتكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أهلكم وأرض لكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقن منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم كرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويلرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي لساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واخبروا إن الأرض لله مرسها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما بئتنا قال عشا ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا ونقص من الثمراك لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والزم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى بعلنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أدن هم بالغوه إذا هم ينكتون فانتقرنا منهم فأغرقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأغرقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتم الكلمة ربك الكسنا على بني إسرائيل بما صبروا وذمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو تفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأكملناها بعشرين فتم مليقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصمح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لليقاتنا وكلمه ربه قال رب ألمي أنظر إليك قال لن تراني ولا تنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تلت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقد ما آتيتك وقم من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء نوعظة وتخصيلا لكل شيء فقدها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأذيكم دار الفاسقين سأطرق عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغد يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء آخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتقد قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قل ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما طلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وآخذ برأس أخي يجره إليه قال ابن أم إن القوم اتضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرف بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتقذوا العبل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك لذي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أقذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أقذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتنتي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وامحمنا وأنت خير الغافرين واختب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وفعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائت ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعجلون وقطعناه مثنة عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اغرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كنوا من قيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اشكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيل المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نموا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقال فمن بعده القلف ولك الكتاب يأخذون عرض هذا الأبنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نفاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق وجرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهادهم على أنفسهم ألزت بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهدقنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليه النبع الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهد أو تتركه يلهد ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصوا في القصص لعلهم يتفكرون شاء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهجد ومن يضلل فأولئك هم القاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أقل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يرخدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا فنستبردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مكين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يطلل الله فلا هادي له ويبرون في طبيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجنيها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغفة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي قلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له سركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أنشركون ما لا يقلق شيئا وهم يقلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صابتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم نكيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبطرون خذ العقوى وأمر بالعرق وأعرق عن الجاهدين وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه سميع معلوم إن الذين اتفقوا إذا مسهم طائق من الشيطان كذكروا فإذا هم مبطرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقفرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو نجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغذو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ترجمة نانسي قنقر